في ذيقار أعلن قائم مقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج خروج فيروس كورونا عن السيطرة في القضاء فيما نبه إلى أن القضاء أصبح بؤرة للوباء وقال فرج في تصريح صحفي أن الموقف الحالي خطير جدا وخارج عن السيطرة وإن عدم فرض حضر تجوال من قبل الشرطة وقلة الوعي بهذا الوباء تسببا بتفاقم وتفشي للفيروس محذرا من أن الموقف الوبائي في القضاء خطير وغير مسيطر عليه أن قضاء سوق الشيوخ أصبح بؤرة للوباء وينذر بكارثة بيئة